حكم جداول تنظيم ومتابعة العبادات هذه من بئس الأشياء يعني هذه مسألة ليست جيدة وإنما هي مسألة بئيسة لأن الإنسان يتعامل مع العبادات كأنه آلة في بداية الأمر يجد شجاعة ويجد إقبالا ويجد تغيرا ويجد محبة ويبقى المسألة بالفعل جميلة أو في الأول لكن ثم بعد ذلك تصير آلية سمجة وربما بغضت إليه الطاعات بسبب هذه الآلية نحن نريد أن نطيع الله تبارك وتعالى بقلوبنا وأن تتوجه القلوب إلى الله وأن يكون الباعث على الطاعة ليس كتابة التقارير الورقية وسد الخانات ولكن يكون الباعث على الطاعة أن نحن نبتغي ما عند الله تعالى من المثوبة والأجر ترجمة نانسي قنقر